من جديد أهلا بكم تمكن رجال والإدارة العامة لمباحث السلاح من دبط مواطن وشخصين آخرين غير كويتيين بتهمة التهريب والإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وفي التفاصيل أجرى رجال والإدارة العامة لمباحث السلاح التحريات اللازمة من جمع المعلومات والاستدلالات التي أكدت جميعها بأن شخصا غير كويتية كان موجودا في المنطقة الحدودية وبحوزته كمية من الذخائر والأسلحة غير المرخصة وعلى الفور تمت مداهمة مسكنه وضبطه وبمواجهته بالواقع أقر بها وأفاد بأنه اعتاد على تهريب الأسلحة وكان برفقته متهم هارب وبمساعدة أحد المواطنين